في الوقت الحاضر يبلغ إجمال عدد المسلمين في بلادنا أكثر من 20 مليونا وتقوم دوائرنا الإسلامية بنشر كتب دينية وفقا للقانون لتلبية احتياجات المسلمين الدينية تم الترجمة القرآن ونشره وتوزيعه باللغات الصينية والويغورية والكازاخية والقرغيزية ولغات أخرى الأنشطة الدينية للمسلمين الصينيين في المساجد وفي منازلهم وفقا للعادات الدينية هي شؤون شخصية وخاصة تماما ويحميها القانون قال يا إن المعذجات الدينية للمسلمين في شنجان مهمية من قبل الحكومة الصينية وأن عدد المساجد في البلاد يمكن أن يلابي لحتياجات الدينية للمسلمين يوجد حاليا 35 ألف مسجد في الصين وتضم شنجان أكثر من 20 ألف مسجد وهو ما يمثل أكثر من نصف مساجد البلاد في الوقت نفسه هناك العديد من المساجد القديمة في شنجان كما استثمرت الحكومة الصينية الكثير من الأموال لتجديد وترميم المساجد لضمان تلبية الاحتياجات الدينية للمسلمين في شنجان بالإضافة إلى ذلك في عام 2017 استثمرت الحكومة الصينية مئات الملايين من الإيوانات لبناء مدرسة إسلامية جديدة للدراسات الإسلامية في شنجان مما يدل على أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة للمسلمين المحليين خلال المعركة على صعيد الوطني دائما وباء كوفي-19 هذا العام قدما المسلمون الصينيون أيضا مساهمات بارزة وقال يان إن المعركة تعكس دعم مختلف فئات الشعب من جميع المجموعة العلقية في الصين حيث وقف دائما معا خلال الوباء ألغى المسلمون المحليون التجمعات على نطاق واسع وتبرعوا بكميات كبيرة من الإمدادات الطبية لمساعدة الناس في جميع أنحاء البلاد على مكافحة الوباء ومن أجل صحة وسلامة المسلمين ألغت الجمعية الإسلامية أنشطة الحج لهذا العام في السابق اعتادت جمعيتنا على إرسال أكثر من عشرة آلاف مسلم صيني إلى المملكة العربية السعودية للحج كل عام